أنها مهندسون معماريون وأمناء متاحف أعمال ترميماً في متحف الأرض المقدسة الأثري في البلدة القديمة بالقدس حيث أضافوا خلال عملهم قطعاً جديدة في بعض الغرف بما في ذلك فسيفساء المجمع البيزنطي في قانا وبعض الفسيفساء في الغرف المخصصة لكنيسة بكاء الرب وفي غرفة القرب المقدس تم تركيب عناصر رخامية مأخوذة من قبور الملوك الصليبيين كما تم تجهيز الغرف المخصصة لمزاري جبل طبور والجسمانية والتي ستشهد هذا العام احتفالاً بالذكرى المئوية الأولى على تكريسها وفي الطابق العلوي من المتحف تم الانتهاء من جزء المعرض المخصص للمجموعات الأثرية والذي يمثل جزء الأخير من مسيرة إنشاء هذا المتحف وتظهر الاكتشافات أن الناسا كانوا مقيمين في هذه المنطقة حوالي القرن الأول الميلادي وتحديداً في بستان الزيتون بالقدس ترجمة نانسي قنقر